موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي أسباب توجه الشباب إلى الفوريكس في واقعنا الحالي؟ ما هو أثرها على الشباب والمجتمع؟ هل من حرمها أوجد بدائلها؟ وخاصة نحن في زمن فيه بطالة فيه نقص في الرواتب فيه توقف عن العمل يسعدنا أن نستطيع في هذا اللقاء الدكتور أيمن الدباغ المحاضر في جامعة النجاح الوطنية السلام عليكم دكتور السلام ورحمة الله دكتور يعني موضوع الفوريكس يمكن كثير بعض الناس ما رح يعرف ما هو الفوريكس حتى نبدأ هذه الحلقة بتوضيح المصطلحات قبل أن ندخل في إشكاليتها من التحليم والتحليل وغيره ما معنى الفوريكس؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا الفوريكس هو مصطلح أجنبي هو مركب من كلمتين foreign exchange بمعنى تبادل العملات الأجنبية فهو عمليات صرف تتم على عمليات على عملات مختلفة مثل أن يصرف مثلا الدولار يحوله إلى يورو أو اليورو يحوله إلى دينار أردني وهكذا هناك الآن تشيع على الشابكة الأونلاين تشيع مواقع كثيرة مواقع تداول تعلن عن نفسها لجذب الناس كي يودعوا أموالهم فيها ويتم بعد ذلك يدخلون على برنامج من التداول ويفتح لهم في هذا الموقع صفحة خاصة بهم بطبعا يوزر نيم وباسويرد ويدخل الشاب أو المتداول يدخل إلى هذا الموقع بعد أن يكون قد أرسل مبلغ مالي لهذا الموقع ثم يتاح له بعد ذلك أن يبدل هذا المبلغ الذي ظهر في صفحته يبدل هذا المبلغ يحوله مثلا لو بعث ألف دولار يحوله من دولار إلى يورو ثم يرجع طبعا هذا كله يحصل بكبسة زر يعني بتفاصيل معينة يعرفها الذين يتعاملون في ذلك ثم يرجع مثلا من اليورو إلى الدولار كل هذا على الموقع الذي يشترك فيه ويربح فرق الأسعار مثل تاجر الصرافة الذي يبدل مثلا للناس دولار إلى دينار ثم دينار إلى دولار وهكذا فيربح من فرق الأسعار فهذا فكرة مبسطة لكن هو التجارة بالعملات هنا تحدث على موقع أونلاين يعني لا تكون بشكل حسي مثل محلات الصرافة التي نراها مثلا في السوق الواقعي إنما هنا بشكل يعني رقمي أحول على البرنامج من دولار فيعطيني أنه تحول الدولار إلى يورو واليورو رجع إلى دولار وهكذا نعم هو التعامل يقال أنه كثير من البنوك في الحالم تتعامل معها وهناك ما يسمونه بالسمصار كأنه وسيط بين الشباب المتعاملين مثلا مع الفوريكس وبين الجهاء وهذا السمصار هو له ربح معين ربح ثابت ولكن الشباب هنا يعني الربح ممكن يعني ترتفع العملة فيربح وممكن أن تنزل العملة ممكن أن يخسر لكن السؤال بما أنه هي عملية صرف عملات إذن أين التحريم في هذا دكتور نعم هو الإشكال الأساسي في موضوع الفوريكس بالوصف الذي وصفناه التداول بشكل عام على مواقع الأونلاين الإشكال الأساسي أنه هذا صرف وهو من الناحية الشرعية يشترط لصحته التقابض يدا بيد لأنه في الحديث المتفق عليه أنه الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد الآن هذا التقابض يدا بيد لا يحدث إنما الذي يحدث هو مجرد تحولات رقمية من رقم إلى رقم ثم يكسب المتعامل أو يخسر فروقات الأسعار بناء على مؤشرات الأسعار فالشرط الأساسي لجواز العملية شرعا الذي هو التقابض يدا بيد غير متوافر طبعا هو دكتور عفوا يعني يدا بيد قديما ما كان عندهم إنترنت ووسائل كثير من المعاملات اليوم ليست يدا بيد يعني أنا عندما بروح على الصراف أنا بأخذ من صراف وليس من يد مثلا وأودع من خلال الصراف قضية اليدا بيد اليوم تطولت الحياة بل نحط شرط اليد بيد متى نعم جميل هو الشرط يدا بيد هذا ما لهش علاقة على فكرة بالزمان وهذا يعني يجب أنه صحح المفهوم لأنه اشتراط التقابض يدا بيد في النقود بالذات هو شرط خاص بالنقود يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمم ذلك في كل شيء يعني التقابض يدا بيد لم يعمم ذلك في كل شيء فهو شرط خاص بالنقود أن التقابض يدا بيد وله حكمة هو أن لا تصبح النقود التي هي وسيلة للتداول والتبادل أن لا تصبح النقود محل التجارة أن لا تصبح النقود سلعة أن لا تصبح النقود سلعة نعم هذا مقصد شرعي مهم فالأمر ليس متعلق بالزمان حتى يقال أنه نحن اليوم تطورنا طبعا الآن طبعا يعترض على ذلك بأنه يقال طب الآن طب التعاملات البنكية والتحولات البنكية والمصرفية نعم هناك استثناء للتعاملات البنكية والمصرفية بمعنى أنه أنا بسحب مثلا على الصرف الآلي أو بودع في حساب شخص البنكي أو بحول من دولة إلى دولة مثلا أو بحول من دولة إلى دولة هذا كله مستثنى بقرار من مجمع الفقه الإسلامي من التقابض يدا بيد مراعاة للتطور ولحاجة الناس لكن الشيء المهم الذي يجب أن ننبه إليه ونلتفت إليه هو أن هذا التعامل البنكي لا يحصل في تدولات الفوركس الأونلاين اليوم لا يحدث نعود إلى الفوركس ما هي المخالفات الشرعية الموجودة في الفوركس حتى عندما نقول أن الفوركس في محاذير ومخالفات شرعية إذن لابد من إقناع الناس بأدلة شرعية أن هذا سبب تحريم الفوركس نعم هو كما قلنا السبب التحريم الأساسي أنه لا يوجد تقابض يدا بيد وهذا شرط مجمع عليه عند الفقهاء ومتفق عليه في الأحاديث النبوية لا يوجد تقابض يدا بيد لا يوجد تعاملات بنكية ولا إداع في الحسابات الذي يحدث أنه هناك فقط أنا أدخل على برنامج هذا مصمم ممكن من فرد ممكن من بضعة أفراد مصمم هذا البرنامج هو البرنامج هذا مربوط على مؤشر الأسعار العالمي لأسعار العملات مربوط عليه وفقط يغير لي أرقام يعني هي عمليات رقمية تحولات رقمية هناك من يضيف على مبلغ المودع سمسار يعني كانوا يتحدثون عن هامش وإلى آخره أنه هناك من يضيف مثلا عليها إضافة إذن هو زاد مبلغ المودع كمانا نعم نعم الآن هناك حديث عن محظورات مثل المارجن الهامش ومثل التبيت وفوائد الربوية أنه كلما لم يغلق الصفقة لم يرجع مثلا حول من الدولار إلى اليورو ولم يرجع من اليورو إلى الدولار طالما هو في اليورو مثلا يدفع على الزمان إذا بيت مثلا مدة معينة نعم حسب القوانين اللي معمول فيها في الموقع هناك كلام كثير عن أنه هذه هي المحظورات أنه التبيت بفوائد المارجن بمعنى أنه يقرضه مثلا هو معاه ألف دولار يجعل عنده القدرة على أن يتداول على عشرة ألاف دولار بمعنى أنه يقرضه تسعة ألاف دولار بفوائد ربوية إذن هنا فيعنى إشكالية أنه هناك من دفع مبلغ للعميل الذي أوضع المال هناك السمسار إذن هو أقرضه إذن دخلنا على موضوع القرد يمكن هناك محاذير دكتور في هذا الموضوع طبعا طبعا هنا يصبح قرد ويصبح فيه ربا ولكن أنا الذي أريد أن أنبه عليه أنه ليس هذا هو السبب الأساسي للتحريم السبب الأساسي للتحريم انتفاء الشرط الشرعي في التقابض وأنا أنبه على هذا لماذا لأنه اليوم تظهر بعض المواقع تقول إحنا لا نريد أن نأخذ فوائد طبعا هم يعوضونها بشكل غير مباشر برفع العمولات عمولات السمسار وما إلى ذلك لا نريد أن نأخذ فوائد نحن لا نتعامل بالهامش بالمارجن والإقراض وإلى آخر ولا نقوم بالتبيت والحساب على التبيت فوائد رباوية فنحن إذن ملتزمون بالضوابط الشرعي نقول لهم أهم ضابط هو التقابض يدا بيد وأنتم غير ملتزمين به هناك من يحذر دكتور لأنه بعض يتحدث عن فوركس إسلامي أنه عندما وجدوا أصحاب هذه الشركات أنه هناك جمهور كبير من المسلمين بدهم الحلال والحرام فقالوا ما هو المحرم قضية الهامش قضية السمسار قضية حاولوا يعني بعض الناس يقولوا هذا التفاف حتى أنه يكسبوا الجمهور المسلمين في التعامل مع الفوركس إذن هي قضية مش تحليل هو يعني نظر وين المحاذير اللي الناس بتحاول تقول هذه حرام يعدلها يجملها يغير من معناها نعم هو هذه ما يسمى بالفوركس الإسلامي هم يركزون على بعض المحاذير كما قلنا الهامش فوائد التبيت فيقولون نحن ليس عندنا فوائد التبيت ليس عندنا هامش نحن نتعامل بطريقة تتلافى كل هذه المحاذير نحن نقول لهم المشكلة الأساسية أنه لا يوجد قبض أن هذه كلها مجرد تحويلات رقمية وعلى برنامج قام بتصميمه بضعة أفراد وبالتالي الإشكال الحقيقي أنه لا يوجد الشرط الشرعي الحقيقي الذي لا يستطيعون الوفاء به فما يسمى فوركس الإسلامي هو فاقد أيضاً للمشروعية لماذا؟ لأن الشرط الأساسي الذي هو التقابض الذي هو الشرط الشرعي الأساسي في ذلك غير متحقق هناك من يتحدث أنه التحريم بالإجمال يعني هذا غير واقعي لأنه هي قضية متطورة تتطور تتغير تتبدل في كل يوم التعامل بالعملات ممكن يأتي يوم يقول الناس أنه أمر واقع سنتعامل مع هذا النوع من التعامل المالي فلا تستعجلوا انظروا إلى كل قضية على حدة بتفاصيلها ولكن لا تحكموا بالإجمال يعني أنه الفوركس حرام مرة واحدة دعنا نقول أنه في فوركس يمارس في الأسواق المالية الرسمية العالمية مثلا نيجي نقول سوق بورسة نيويورك بورسة توكيو مثلا البرصات المحلية مثل بورسة فلسطين للأوراق المالية بورسة عمان إلى آخره الآن هناك حاجة هناك حاجة حقيقية لا شك عند البنوك وعند التجار لتبديل عملات بمبالغ كبيرة لا يمكن أن يوفرها مثلا محلات الصرافة في السوق المحلي لا شك في ذلك هؤلاء يتوجهون إلى سوق الأسواق الرسمية وهناك طبعا طوابط شرعية ولكن طوابط شرعية لتبادل العملات وللحصول على حاجتهم من العملات المختلفة من هذه الأسواق نحن لا نتحدث عن ذلك هذا له طوابطه الشرعية نحن نتحدث عن ما هو منتشر بين الناس المنتشر بين الناس هو التداول عن طريق مواقع الأونلاين وليس المنتشر مثلا أن شركة أو بنك كبير في البلد يحتاج إلى سيولة عالية جدا بمبالغ كبيرة جدا يذهب إلى بورصة رسمية وبطريقة معينة هذا كله مشروع ولا إشكال فيه طبعا بضوابطه التي بيّنها مجمع الفقه الإسلامي والعلماء المعاصرون نحن لا نتكلم عن ذلك إنما نتكلم بشكل حصري عن ما يشيع اليوم من تداول على منصات الأونلاين وهذه على اختلاف أنواعها وأشكالها طبعا هناك لا شك كما تفضلتم لا شك هناك تعاملات كثيرة وأنواع كثيرة لكن يجمعها كلها اختلال الشرط الشرعي في القبض هناك من يتحدث دكتور عن مثلا ضعف الجانب الإشرافي والإداري يعني ما فيه مركزية في الممكن يسموها الضرر والغرر في الفقه الإسلامي هناك من يعني يدخل إلى هذا الباب حتى يعني يقول أنه هذا معامل محرمي فيها غرر فيها مخاطرة ما فيه ضمانات قانونية اللي بيخسر ما حد يحميه واللي بيربح يعني كأنه مقامرة ومغامرة هل هذه هي تدخل في الأسباب أم هي يعني تبسيط للمسألة هي تدخل في الأسباب نعم يعني وإن كانت ليست هي كما قلنا السبب الحقيقي ولكنها سبب مهم اليوم فعلا أنا عندما مثلا يكون هناك موقع على النت وأدخل أنا إلى هذا الموقع وبعطيني رقم حساب بنكي وببعث على هذا رقم لحساب مبلغ من المال طب أنا ما الذي يضمن لي أن الموثقية في هذا الموقع وفي من هم وراء هذا الموقع ليس هناك أي ضمانة لا قانونية ولا رسمية لحفظ أموال الناس من خلال هذه المواقع ويحدث أنه يكون هناك تنتهي في بعض الحالات باحتيال وأخذ الأموال الناس حينما يتجمع أموال كثيرة في أيدي أصحاب هذه المواقع ولكن طبعا قد يقول قائل أنه لا هم موثوقين ويرسلون لنا عند الطلب الفروقات التي نربح نعم هم طالما الأمر بالنسبة لهم يسير على ما يرام وهناك أناس تودع والأمر رائج ويحققون أرباح هم لا يقررون وقف التعامل مثلا وحبس الأموال التي في أيديهم ولكن إذا اضطروا أو وصلوا إلى مرحلة يجدون فيها أن من مصلحتهم حبس الأموال والتوقف وإنهاء الموقع على الأونلاين يفعلون ذلك وليس هناك أي ضمانة لا قانونية ولا دولية لأن لا يفعلوا ذلك دكتور يعني الاقتصاد أصبح عالمي يعني أنه في الغرب هناك بنوك تتعامل مع الفوريكس هناك شركات كبرى هناك إلى آخره والعالم الإسلامي هو بصراحة وكأنه تبع اقتصادي يعني كيف سينفصل العالم الإسلامي عن العالم الغربي وهو تبع في الاقتصاد يعني هم أهل الاقتصاد العملات يعني إحنا نتعامل في عملات الدولار مثلا اليورو وهي عملات ليست إسلامية وهي معاولات غربية إذن كيف سينفصل أنا عن هذا الغرب إذا كان فرض علي مثلا الفوريكس أو البيتكوين أو غيرها من القضايا المستجدة الآن على الشارع وهو طبعا التبعية الاقتصادية حاصلة شئنا أم أبينا بحكم أنه هناك يعني حضارة وعالم رأسمالي متفوق ومتغلب ومنتشر لأسباب تاريخية وحضارية مختلفة لا شك أنه إحنا محكمين لهذا العالم والتحرر من هذا العالم الرأسمالي والغربي طبعا يحتاج إلى أسباب وظروف وطبعا هذا سؤال مهم لكن في هذا العالم هناك خيارات لا شك يعني إحنا لسنا ممكن نحن الآن مجبرون على التعامل في حياتنا اليومية بعملات أجنبية صحيح ممكن نحن مجبرون على وعلى طريقة المعاملات يعني بنوكنا وأنظمتنا صحيح لا تنفصل عما يجري في الغرب صحيح صحيح يعني إحنا مثلا إحنا اليوم البنوك دخلت في حياتنا اليوم يعني الموظف لا يستطيع مثلا أن يقبض راتبه بيده ويمضطر أن يتعامل مع البنفة لا الموظف ولا التاجر ولا غير الدكتور نعم صحيح وبالتالي لا نحن لا شك أن هناك عالم يحكمنا لكن أيضا هناك لنا خيارات يعني الذي مثلا يقترض بالربا هذا يعني العالم لا يجبر على أن يقترض بالربا إلا إذا كان طبعا هناك ضرورة بشروطها الشرعية التعامل بالفوركس على الأونلاين بالطريقة التي وصفنا لا أحد يعني هذا العالم لا يجبر مثلا الشاب على أن يذهب ويهدع ماله بهذه الطريقة ويستثمر بهذه الطريقة هناك يعني سبل متاحة كثيرة في الواقع في العالم لهذا الشاب وللناس بشكل عام لذلك هناك خيارات يعني نعم لا شك ما الذي ألزم الشباب دكتور يعني يعني الواقع اللي ألزم الشباب أن يتعاملوا مع الفوركس لماذا يعني يتعاملوا مع الفوركس شوف هو أول شيء في واقع صعب لا شك يعني في واقع تزداد فيه نسب الفقر وترتفع فيه نسب البطالة وبالذات نحن عندنا في فلسطين يعني في واقع صعب جدا بسبب الاحتلال بشكل أساسي فرص العمل تتضاءل يوما بعد يوم لا شك توقفت حتى عند كثير من الناس دكتوري ليست تتضاءل يعني على طبقة العمال نسبة كبيرة منهم يعني ممكن يقتربوا على العام خاصة اللي كانوا يعملوا في الداخل مثلا توقف العمل صحيح صحيح من فترة طويلة بياخذوا نسب في رواتبهم ورواتبهم يعني فهذا الواقع يعني الشاب عندما يجد نفسه لا في فرصة عمل وراتبه مش مكفي سيبحث عن وسائل صحيح وسيجد منها الفوركس صحيح لا شك لا شك وطبعا الفوركس بالنسبة للشباب هي وسيلة سهلة ومغرية طبعا هناك إغراءات بالربح السريع والسهل بمجرد أن يجلس على هاتفه النقال هو يقلب ويضغط يعني عمليات سهلة جدا يعني هو وسائل التكنولوجيا ساعدت لا شك والفقر والبطالي كما ساعدت نعم إذن في عوامل تدفع الشباب لا شك نعم وهناك طبعا إغراءات الربح السريع لكن أنا الذي أريد أن أقوله أنه رغم الظاهر في ما توفره هذه من بدائل للوظائف التقليدية إلا أنه ينبغي الحضار طبعا نحن لسنا ضد التقدم ولا ضد الأشكال الجديدة للعمل ولكن هذا الشكل بالذات وأشكال معينة تتضمن مخاطر كبيرة يعني الآن هم الذين يتجهون إلى التعامل بهذه الطريقة وهو يتجه إلى التعامل على الأساس أن يوفر لنفسه دخلا مثلا إضافيا أو دخلا أساسيا إذا كان هو طبعا ما فيش عنده فرصة عمل من الأساس الذي ينبغي أن نعلمه أن معظم الناس معظم الناس الذين يتجهون إلى مثل هذا التداول لا يربحون يعني المعظم الغالبية العظمى من الشباب ومن الناس هم يخسرون حتى لو مثلا حالفه الحظ طبعا هو تعتمد على الحظ بشكل كبير طبعا كثير من الشباب يناقشون أنه هذا علم ونحن ندرسه ونحن نفكر ونحن نخطط لا شك صحيح هو التداول نفسه علم لكن لا يخلو من حظ لأنه مع هذا العلم قد تحدث الخسارة وخسارة مفاجئة وخسارة قد تأقذ كل ما كسبه قبل ذلك وهو نشاط غير منتج وهذا معروف حتى عند الاقتصاديين أنه التداول بهذا الشكل والفوريكس بهذا الشكل الذي يجري هو نشاط غير منتج وغير مفيد اجتماعيا وإنما هو نوع في حقيقته فيه مضاربة على مؤشرات الأسعار والحظ له يعني له دور كبير في ذلك فالذي يبني حياته أو مستقبله على مثل هذا النوع من التفكير وهذا النوع من السلوك يعني أنا في ظني ينبغي عليه أن يعيد النظر في ذلك يعني دكتور ممكن معنا وقت قصير من أراد أن يغلق باب الحرام عليه أن يفتح باب الحلال يعني هذه من القواعد اللي بيحكوا فيها بعض العلماء أنه عندما الله سبحانه وتعالى حرم شيء هو لأنه أحل شيء له مقابل من أراد أن يحرم الفوريكس وغيره من المعاملات أمام الشباب والبطاري علي أن يوجد البديل ما هو البديل الحلال الآن لشاب عاطل عن العمل بأخذ نصراته بعنده عائلة يعني أسكر عليه باب الحرام إذا بدي أفتح له باب حلال ما هو الحل نعم هو طبعا إحنا ننصح الشباب بأن يبني حياته على أسس واقعية على أسس صحيحة أن يفكر طبعا في الواقع مهما كان صعبا مهما كان صعبا إذا فكر بطريقة بناءة وصحيحة يمكن أن يجد خيارات أيضا قضية أخرى وهذه الخيارات طبعا أفضل من أن يبني حياته على الحظ وعلى نشاط غير منتج أتكلم بالذات على الفوريكس وما يشبهه أيضا هناك في التطور الرقمي والتكنولوجي هناك مجالات كثيرة يعني في التجارة في التسويق يمكن أن يلجه الشباب وتتعلق بنشاط منتج حقيقي وتتصل بالنشاط الحقيقي هناك مثلا أنا أنصح الشباب بأن يركزوا على تنمية أنفسهم بحيث يلبوا هناك حاجات في سوق العمل هناك حاجات لكن الذي يحدث أن الشباب لا ينتبهون إلى تنمية أنفسهم وتعليمهم لتلبية هذه الحاجات بحيث يكون يحصل عليهم طلب في سوق العمل هناك مثلا أنا أنصح الشاب بأن ينمي نفسه في دورات معينة تزيد من مهاراته مثلا في مجالات معينة مطلوبة في المحاسبة في مثلا التعامل مع الناس كل هذه أشياء مثلا في التكلم بلغة أجنبية كل هذه أشياء بناءة ومنتجة لو الشاب صرف وقته وجهده بدل أن يصرفه في تقليب الهاتف النقال بساعات وهو يدمن النظر إلى المؤشرات الصاعدة والهابطة في البورصة لو صرف هذا الوقت في نشاط منتج لا شك أنه سيصل إلى نتيجة وسيغير حياته بشكل إيجابي وبناء ومضمون وليس بهذه الطريقة التي فيها مخاطرة وفيها مقامرة وفيها حظ وفيها نشاط غير منتج يعني للأسف انتهى وقت برنامجنا إذا من أراد أن يبحث عن البدائل للحرام سيجد بدائل كثيرة لكن هي مسؤولية فردية مسؤولية اجتماعية مسؤولية سياسية مسؤولية اقتصادية هي مسؤولية كبيرة بصراحة عندما نبحث عن بدائل للحرام في الحلال سنجد ولكن بحاجة إلى من يبحث أشكرك جزيل الشكر دكتور أيمن الدباق المحاضر في جامعة النجاح الوطنية شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء طيب وأشكر المشاهدين الكرام على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة